حميمية في العلاقات التركية الأمريكية باتت تتطور بعد الإفراج عن القص الأمريكي برونسون فضلا عن قرب في العلاقات ومحادثات ثنائية تزامنت مع قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشغجي فبعد فرض عقوبات أمريكية على تركيا بسبب احتجاز القص المتهم تركيا بقضية الاتصال مع المعارض التركي فتحالا جولن التي تتهمه تركيا بمحاولة تدبير الانقلاب عام 2016 علاقات أمريكية تركية قد تكون في أوجه الآن في فترة تعويل أمريكي على دور تركيا في حدودها مع شمال سوريا تبعها أنباء عن نية أمريكية لتسريع صفقة بيع الباتريوت والإف خمسة وثلاثين فضلا عن توافق في ملف الأكراد على الحدود السورية قد تكون حميمية العلاقات التركية الأمريكية في تصاعد مستمر منذ إفراج أنقرة عن القص الأمريكي برونسون الذي اتهمته تركيا بالشراكة في محاولة الانقلاب عام 2016 والتي قادها المعارض التركي فتحالا جولن إفراج جاء في أعقاب أزمة مقتل الصحفي جمال خاشغجي والتي وصلت تداعياتها حد الخلافات داخل الولايات المتحدة الأمريكية بسبب دعمها للسعودية فترة شهدت ضغطا أمريكيا على تركيا وصل حد فرض عقوبات اقتصادية دهورت الاقتصاد التركي إلا أن قضية خاشغجي غيرت نوعا ما من تعامل واشنطن مع تركيا فبدأت العلاقات التركية الأمريكية بالعودة إلى ما كانت عليه سابقا عندما سمحت تركيا لقوات أمريكية بالتواجد على أراضيها في حربها على أفغانستان والآن وبعد الانسحاب الأمريكي من سوريا بات الحديث عن تقارب تركي أمريكي كبير تحضير أمريكي لبيع طائرات الـ F-35 وصواريخ الباتريول وتعويل أمريكي على دور تركيا في الحدود السورية والتعامل مع الأكراد الذين كانوا على اتصال دائم ودعم كبير مع الإدارة الأمريكية والتعويل أيضا على أنقرة في التعامل مع تنظيم الدولة الإسلامية وقضايا أخرى قد تربط الأتراك بالإدارة الأمريكية الحالية والخوضي في عمق هذا من الذي ينضم إلينا في الستوديو السفير الإسرائيلي الأسبق في تركيا سيد ألون لئيل مرحبا بك معنا سيد ألون أبدأ معك كيف يمكن قراءة تقلب العلاقة ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا في الفترات الزمانية المتعددة المرحلة الأولى كانت ترتيب الأمور فيما يتعلق بالاعتقالات إردوغان أعاد القس الأمريكي برونسون إلى الولايات المتحدة وفي الأسبوع الأخيرة توقف عن مطلب تسليمه بفتح الله قولين الأمر الذي خفق عن ترامب بالإضافة إلى ذلك هناك الجبهة السورية وفي الجبهة السورية تطورت الأوضاع بأن الاتلاف المنتصر في سوريا هو اتلاف روسيا إيران وسوريا ولم يعود شيئا ما للأمريكيين أن يبحثوا عنه في سوريا أن تكون هناك ثلاث دول قوية تدير سوريا وهي قريبة من المنطقة بموافقة الرئيس أسد وألفي الجندي الأمريكيين يبدو كأنهم لا حاجة لهم من الناحية الاستراتيجية وفي اللحظة الذي تغى على السطح فكرة أن ينسحب الجنود الأمريكيين وتطوع أردوغان بالقول أنه سيدخل مكان الأمريكيين وبدأ بحشق واته على الحدود هذه كانت الأرضية لتحسين العلاقات نعم سيد ألون ذكرت قضية الانفراجة في العلاقات التركية الأمريكية خصوصا بعض فرض العقوبات الأمريكية على تركيا والتي أدت في نهاية المطاف إلى الإفراج عن القصة الأمريكية وعودت العلاقات إلى ما كانت عليه سابقا ولكن ألا تعتقد بأن هذه العلاقات كانت قوية أيضا في السابق خصوصا في فترة حرب الأفغانستان عندما كان هناك دعم تركيا نوعا ما من خلال استقبال قوات أمريكية على أراضيها وكان هناك نوع من العلاقات الحميمية أيضا في تلك الفترة تركيا عضو في حلف شمال الطلسي منذ العام 1952 على الأرض التركية هناك سلاح نووي أمريكي كان هام جدا في الحرب الباردة الجيش التركي يستخدم بالأساس السلاح الأمريكي ويستعمل أيضا تطويرات إسرائيلية تركيا كانت في المعسكر الغربي رغم ذلك كانت هناك بعض المشاكل خاصة في السنوات الماضية خاصة في سنوات أوباما الأخيرة حينما بدأت تركيا تمس بحقوق الإنسان وضيط فتحولا قولان الذي يعتبر في الولايات المتحدة شخصية تثير الإعجاب يمثل الإسلام المعتدل لذلك في ما يبدو أنه حلف أمريكي تركي كانت توجد مشاكل بعضها جدية إحدى المشاكل الجدية هي أن تركيا بدأت مؤخرا تشتري صوريخ الأس 400 من تركيا وتحول تسليح جيشها من الجانب الأمريكي إلى الجانب الروسي والتقارب الروسي تركي بالإضافة إلى التقارب مع إيران هذا كان يشير إلى أن العلاقة بمجملها كان جيدة ولكن كان يشوبها بعض الإشكاليات نعم وهذه ربما كما يقولون باللغة العربية مربط الفرس فيما يتعلق بنقطة التقارب الروسي التركي هل يمكن قول بأن هذا التساهل الأمريكي نوعا ما في ملف تركيا بشكل عام وهذه الانفراجة في العلاقة مرتبطة بشكل أو بآخر بحسابات إقليمية تتعلق بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية خصوصا وأن الفترة الأخيرة شهدت نوع من الخلاف حول قضية الإس 400 من سيشتريها تركيا نعم أم لا وقضايا الباتريوت والإف 35 بالتأكيد أنا أعتقد أن ترامب متخوف من فكرة الاتلاف المربع الذي يتكون من تركيا وروسيا وإيران والأسد هو متخوف بسبب ما قد يؤدي هذا الاتلاف لإسرائيل لذلك هذا مفاجئ ما قام به من إخراج قواته من سوريا ولكنه قرر أنه من مجمل الصورة الوضع مع إيران مستحيل ولكن مع تركيا يمكن إنقاذ العلاقات وهو يحاول إعادة تأهيل أردوغان كحليف له أنا لا أعتقد أن هذا سينجح في الحلبة السورية يوجد تقاسم للغنائم بين دول ثلاث ورغم أن تركيا قدمت القليل لسوريا هي وجدت نفسها في الدول المنتصرة في سوريا وهي تبحث عن غنائمها هي تبحث عن شمال سوريا والإيرانيون يريدون الفضاء القريب منهم والجانب الروسي يريدون منطقة الشاطئ وفي البادئة السورية لا أحد يهتم وتركيا لن تتنازل عن حصتها خاصة أنها استوعبت أربعة ملايين لاجئين سوريين يمكن إعادة بعضهم إلى سوريا لذلك أنا أعتقد أن ترامب مخطئ إذا ما فكر أنه عبر إخراج جنوده من سوريا يستطيع أن يشتري تركيا إلى الأبد أنا لا أعتقد أن هذا سينجح ولكن هذه إحدى اعتباراته السفير الإسرائيلي السابق في تركيا سيد ألون لئيل شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة